نولان وصل من الجبروت لدرجة انه عنده شخصية بتوقع قلم في الارض مرتين قالك انا عاوز رامي مالك اللي يلعبه فيلم اوبنهايمر احدث افلام كريستوفر نولان وهو امر يجعلها مناسبة مهمة جدا بدون ما نعرف الفيلم بيدور عن ايه ولا مين اطاله ولا ايه حكايته ولا ايه تفاصيله ولكن في الحالة دي بالتحديد واحنا بنتكلم على قصة من اعظم القصص الحقيقية في تاريخ البشرية واعظم ديت مش معناها انها احلى هي اعظم بسبب تأثرها وضخمتها والعواقب التي حدثت بعد وقوعها واضخم لان عدد الشخصيات المتدخلة فيها كبير جدا 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 وده منعكس داخل الفيلم بكل تفاصيله ولما نيجي نفكر في الشخصيات الكتير جدا 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 دي مين اللي بيمثل ادوارها من اللي احنا نعرفهم ومن اللي احنا اتفاجئنا بيهم وده موضوع انا متأكد منه بنسبة 90% ان مفيش واحد دخل الفيلم ده وهو يعلم الكاست كله ضروري اتفاجئت ب2-3 جوه الفيلم اللي هو انت مش مصدق ان الناس دي موجودة جوه الفيلم في الادوار اللي هم عملوها دي لذلك الفيلم ده بيكتسب اهمية كبيرة جدا واهتمام كبير جدا من ساعة لما حدثت الاخبار بتاعت ان هو حيتعمل من اساسه لغاية لما تم عرضه والحمد لله شفنا مبارح ومن ساعة لما شفنا مبارح واحنا في الحالة تضارب كبيرة جدا ما بين الاراء وتفاوت كبير جدا ما بين الاراء وده شيء انا توقعته جدا لان الفيلم من ضخمته ممكن تقول عليه اي رأي تقريبا وفي الاغلب رأيك ده حيطلع صح قبل ما ندخل في تفاصيل فيلم اوبنهايمر ونعيش اجواء الصراعات الحربية خلونا نعيش اجواء الصراعات الحربية دلوقتي حتقدروا تخوضوا التجربة بنفسكم من خلال واحدة من انجح خمس العاب حروب على الموبايل موجودة على اي او اس واندرويد لعبة نداء الحرب تلاتة لعبة حتقدروا تبنوا جيشكم عليها وتتحلفوا مع اصدقائكم والاهم انكم حتقدروا تجربوا احساس اكتساح اعدائكم باستخدام الاسلحة النووية ما تفوتوش فرصة انكم تعيشوا في دور اوبنهايمر ونزلوا اللعبة دلوقتي وانضموا للصراع النووي وعلى فكرة لعبة نداء الحرب تلاتة حتيح ليكم الفرصة للحصول على تذكرتين لحضور الفيلم مع اصحابكم المطلوب هو انكم تحملوا اللعبة من اللينك اللي في الدسكريبشن وتاخدوا سكرينشوت وتعملوا فولو لحساب اللعب على انستجرام وتاخدوا سكرينشوت وتشاركوا معنا بتعليق على الفيديو ده وتاخدوا سكرينشوت ولما يتم اختيار الفائزين عشوائيا من التعليقات حيتم التواصل معهم للتأكد من السكرينشوت دي كلها وساعتها حيتم توصيل التذاكر عشان تفرحوا وتاخدوا سكرينشوت ويلا بينا نرجع لأوبنهايمر الحقيقي مش الحقيقي الحقيقي بتاع نولا يعني الفيلم لي زوايا كتير جدا ممكن نتكلم فيها بس سريعا نعرف الناس بتركيزه على ايه بالضبط الفيلم بتاعنا هو قصة حياة أوبنهايمر ولكن مش بالكامل ما بنركزش قوي في ان احنا نعرف ما سرته بالكامل الاهم عندنا في هذا الموضوع هو صفته وهو القب التاريخي للقنبلة الذرية هو رئيس ومدير مشروع منهاتن اللي نتج عنه القنبلة الذرية الامريكية والتي استخدمت فيما بعد لانهاء الحرب العالمية التانية بضرب مدينة هيروشيما ومدينة نجازاكي وبعد كده بنشوف ايه اللي حصله في حياته بعد ما حقق الانجاز الكبير ده لبلده واللي حصل بعد كده في حياته هو شكل من اشكال الصراع السياسي بسبب موقفه من استخدام الاسلحة وساعة الضمار وعلى رأسها السلاح اللي هو شخصيا صنمه واللي بيضع فيه مواجهة مع عدد من الشخصيات السياسية وبعد كده بنشوف يا ترى ايه اللي حيحصل الفيلم مش بيحكي فقط ازاي نجحوا في انه هما يصنموا القنبلة الذرية او الكلام ده الفيلم بيحكي ايه اللي حصل بعد كده هو ده تركيزه الرئيسي وهي ده رسالته الرئيسية وهي ده الفكرة اللي كانت موجودة عند كريستوفر نولن علشان يقدم من خلالها هذا الفيلم ولما يجي نتكلم على كريستوفر نولن وهو بيحكي حدوته يبقى لازم فيه تايم لاين الموضوع ما فيه وش زار يعني انا شخصيا كنت شاكك ومش فاهم قوي لو الراجل ده بيعمل فيلم سيرة ذاتية ازاي حيقدر يحشر فيه تايم لاين وهو بالفعل وظف فيه تايم لاين وما حشروش لان زي ما قلنا الاهم في الحدوتة بتاعتنا هو مصير هذه الشخصية والافكار اللي هو بيدافع عنها والتمن اللي دفعه مقابل هذه الافكار لذلك احنا بالفعل عندنا خطوط زمنية والخطوط الزمنية ده كدلك خاضعة لان الناس اللي تتفرج على الفيلم تطلع مختلف عليها يعني انا في البريك كنت بتفرج مع مراتي قلت لها هم خطين ولا تلاتة فبتقول لي اتنين قلت لها انا حس ان هم تلاتة احساسي ان احنا بنتكلم على تلات خطوط زمنية عاملين نتنطط ما بينهم بشكل متكرر الخط الزمني الاول هو حدوتة نشأة اوبنهايمر والدلائل على عبقريته والصعوبات اللي قابلها اجتماعيا وازاي يوصل للمنصب ده والرحلة بتاعة تصميم القنبلة الضرية باللي حصل في الاخر نقدر نقول نهايته الاستخدام بتاع الكمبولات الضرية الخط الزمني التاني عملية مسائلة حصلت في سنة 1954 وهي استماع تشبه المحاكمة الهدف الاساسي منها هو تحديد ما اذا كان سيتم تجديد التصريح الامن بتاعة اوبنهايمر ولا لا وبعد كده عندنا جلسة مسائلة تانية واستماع تانية احداثها بتحصل سنة 1959 مش عايز اتكلم على تفاصيلها قوي لان دي اللي فعلا ممكن يكون فيها شوائد حق واللي احب ان الناس تختبرها في السينما الاول مرة بنفسها الخط الزمني الاول نقدر نقول ان هو بيمتد على عدد كبير من السنين بينما الخطين التانيين هو حدث معين بننتقل ليه كل شوية عشان نعرف ايه اللي بيحصل جواه وايه تفاصيل الحدوتة بتاعتنا ممكن حد يتخدع شوية في الخطوط الزمنية بتاعتها ان هو يمشي ورا التجربة البصرية ويقول ان هي منقسمة لاحداث بألوان اللي هي الاحداث الحالية واحداث ابيض وسود اللي هي الاحداث السابقة بينما الفاصل في استخدام الالوان واستخدام الابيض وسود هو المنظور بنتكلم على فيلم السيرة الذاتية افلام السيرة الذاتية عادة حاجة من الكنين يا اما المنظور فيها ما بيبقاش شيء مهم احنا بنحكي احداث كتير وخلاص يا اما المنظور فيها بيبقى مهم وبتتحكي كلها من منظور واحد حتى لو ما كانش المنظور ده منظور بطلنا اللي احنا بنحكي حكايته بالتحجيل الفيلم ده بيتلاعب شوية لان كريستوفور نول المستحيل يعمل اي حاجة في الدنيا بشكل سهل ومباشر احنا عندنا منظورين لحكاية الاحداث والمنظورين دول هما اللي بيتحكموا في الألوان في منظور معين كل ما بيجي في الصورة أو كل ما بيطغى على الأحداث الصورة بتبقى بيض ويسود وفي منظور آخر اللي هو منظور أوبنهايمر روبرت أوبنهايمر اللي بيقوم بدوره كيليان ميرفي ده المنظور الملون اللي احنا بنشوف من خلاله الأحداث وده منظور في حرية كبيرة نسبيا عند كريستوفر نولن أنه هو يفسره لأنه ما فيش دلائل عليه أنه هو حدث بالفعل بالطريقة اللي هو بيقولها وإن كان في دلائل بتطرح الرؤية أو الفكرة اللي هو تحيز لها شوية وهي فكرة وده أول شيء ممكن نتوقف عنده شوية ونقول هل هو عيب ولا مش عيب متحيزة جدا لروبرت أوبنهايمر بأنه هو رجل عالم عبقاري مخه ما يشيبوش أي شائبة نجح في أنه هو يصل للمنصب اللي هو يصله دوت بمجهوده واكتهاده وعبقريته ودكاه وحتى الأسئلة الأخلاقية حوالين تصميم ذلك السلاح واستخدامه هو بريء منها بالكامل دي النظرية أو المنظور أو الفكرة اللي نولان بيدفع عنها واللي أعتقد أنه هو انزلق فيها شويتين على فكرة الفيلم مليان حاجات رائعة مبهرة ومليان مشاكل في الأغلب الحاجات بيجوا مع بعضهم المشاكل مع الحاجات المتميزة مع بعض وواحد ممكن يشوف المميزات وينسى المشاكل تماما وحد ممكن يشوف المشاكل وينسى المميزات تماما بس ده الفكرة الغالب على طريقة التعامل مع الشخصية نفسها في النص الأول من الفيلم بنركز قوي في أن احنا نحكي المعطيات اللي نولان بيحاول يقدمها أو يركز عليها دي اللي زي ما قولنا متحيزة جدا لشخصية أوبنهايمر لذلك حنلاقي أن الرتم سريع جدا 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 المشاهد زمانها على الشاشة ممكن يكون قصير جدا الحوارات بتتحرك بإيقاع ممكن يكون من الصعب متابعته في السينما حتى لحد عارف كويس هو متوقع ايه من كريستوفر نولان يعني أنا كنت قلت للناس ما تخشش فيلم لنولان وانت ما تعرفش مين نولان وانت ما تعرفش ايه فكرته وانت ما تعرفش طريق التنفيذ والأفلام في الفيلم ده حتى لو انت عارف هتلاقي نفسك بتلهث في النص الأول من الفيلم علشان تجمع اللي بيحصل هل ده كان ضروري لو صدرت شوية وديت الفيلم فرصته واستنيت للنص التاني وبالأخص الفصل الأخير من الأحداث هتلاقي ان هو ما قدمش اي حاجة ملهاش لازمة يعني اللي انا كنت خايف منه وانا بتفرج على النص الأول من الفيلم ان يكون فيه تركيز كبير على ان انا عاوز احكي كل الزوايا وكل النواحي بتاعت شخصية أوبنهايمر أوبنهايمر الطالب أوبنهايمر العالم أوبنهايمر شخصية رجل الدولة أوبنهايمر الزوج أوبنهايمر العشيق أوبنهايمر الأب أوبنهايمر الصديق أنا حسيت أن هو بيحمل الفيلم أو بيحمل القصة بتاعته بحاجات كتير قوي هو حقيقي لازم هيستخدمها كلها هلا هي كلها ضرورية بالنسبة لنا أنا أشهد وأؤكد من دلوقتي لأي حد حيتفرج على الفيلم كلها مهمة ما فيش حاجة من الكلام دوت ما بيتمش استدعاءها بعد كده في الفصول الحاسمة اللي بيتم إضاح خلالها إحنا بنحكي أنهي حدوتة وبنبعث أنهي رسالة بشكل فعال جدا الفيلم كان أمام تحدي صعب الحدوتة دي والفكرة دي اللي كان بيحاولي وصلها نولند بتاعت صراع العلم أمام السياسة في أي مجتمع في الدنيا وبالأخص في المجتمع الأمريكي وبالأخص أثناء أهم حادثة في التاريخ ما ينفعش تتقدم وما ينفعش تتحكي وما ينفعش تصل للناس بالكامل من غير ما يتم تقديم كل الأمور دي أثناء النص الأول من الفيلم استدعيت فيلم آخر افتكرته وأدعي أن الفيلم ده كمان قصد أنه هو يشير ليه في نقطة معينة مش هقول إيه هي النقطة بالضبط لأن دي ممكن تكون حرق بس هقول لكم إيه هو الفيلم الفيلم هو جي أف كي فيلم أوليفر ستون اللي كان بيحكي قصة المحاكمة أو قصة التحقيق اللي جرى في مقتل الرئيس الأمريكي كيندي الإقاع متشابه جدا طريقة التنقل ما بين المشاهد ما بين الشخصيات والعدد المرعب ما بينها استخدام الأسماء ودي حاجة ممكن تكون مربكة جدا للمشاهدين معرفش لو في حد تضايق منها ولا لأ عامل يا جماعة زي لما تقعد تسمع حكاية لناس بتحكيها وبالأخصة في عين الصيرة معرفش أنا ليه بقول عين الصيرة بالتحديد بس في عين الصيرة لما الناس تيجي تتكلم بعض يقولك إبراهيم محمد اللي قابل إبراهيم عبد الفتاح ورح شاف إسماعيل عالم الدين دايما عدد كبير من الأسماء بتتريمي في أي حدوتة في الدنيا وكلها أسماء ثنائية علشان ليميزهم من بعض أنا أثناء النص الأول وأنا كنت رافع مستوى التركيز بتاعي الأقصى درجة ممكنة ولكن عانيت في أني أفضل أجمع هو كل مرة بيقول اسم ده بيكون مين أو بكل تأكيد هو أقدمه وبكل تأكيد إحنا شفناه على الشاشة وعرفنا إن الشخص ده اسمه كده بس صعب قوي تتتبعهم ومع ذلك أشهد كذلك قبل ما أي حد في الدنيا يقلق من ده أو لو حد بيتفرج على الفيلم بيبتدي يحس إنه ابتدأ يتوه الكلام دوت حيتم رصه بشكل جيد جدا في النص التاني ووصولا للفصل الأخير مش هيكون فيه أي غموض من أي نوع كل الشخصيات المهمة حتصل للمشاهد اللي مركز هي مين تشتغل إيه واسمها إيه وGFK إلى حد كبير مصدر بتاع الانتقاد اللي بيناله هو إنه بيتبنى نظرية المؤامرة بشكل كبير مش حبرأ أوبنهايمر من نفس الاتهام إلى حد ما لأن زي ما بقول هو واخد جانب هو ما بيقدمش شخص بكل عيوبه ومميزاته هو واخد كل حاجة حصلت في حياته قلبها مميزات بشكل أو باخر أو نقدر نقول بنسبة كبيرة بلاش نقول بالكامل بعد ما بنخلص من النص الأولاني وبننتقل للنص التاني بنشوف أمامنا الحدث الأهم في الفيلم كله والحدث الأهم في الفيلم كله دي أقدر أقوله لأن هم استخدموه في المواد التسويقية هو الترينيتي تاست هو الاختبار اللي تم أمريكيا للابتكار بتاع القنبلة الذرية اللي نتجت عن بروجيك منهاتن أو عن مشروع منهاتن ده الماستر سين بتاع الفيلم على مستوى التجربة البصرية وأعتقد أن الموضوع التجربة البصرية ده وتشاغل الناس جدا الـ IMAX عدم استخدام مؤثرة بصرية أو CGI بالتحديد اللي هي مؤثرة بصرية رقمية شغل معمول بالكمبيوتر أكبر شاشة ممكنة أكبر ريل فيلم في الدنيا الخام مقابل الديجيتل أنا شايف أنه ده صحي جدا أن الناس تتعلمه تفهمه تعرفه المناسبة ده تجيدة جدا ولكن وأنا بتفرج على الفيلم وصولا للنص بتاعه تقريبا وأنا مش عارف هو ليه الناس كانت بتقول لازم ليه لازم IMAX ليه لازم أكبر شاشة ليه لازم معرفش إيه في دواعي مش هنكرها وخصوصا اللقطات الوسعة اللي بتتم في الموقع اللي كانت بتتم فيه الاختبارات أو المدينة اللي تم بنائها واستضافت كل العلماء اللي اشتغلوا في هذا المشروع حقيقي لو تركز معاها حتشوف جماليات كتير جدا 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 ومدير تصوير الفيلم هو هويتي فان هويتما وده رجل عبقري معدي من أعظم مديرين التصويري في العالم بس أنا عارف كويس قوي إن المشاهد هذا الفيلم هو داخل بعد ما تم رفع سقف توقعاته للدرجة دي هو كان متخيل أنه رايح يبص على حاجات تانية هو رايح يبص على انفجارات رايح يبص على ابتكارات رايح يبص على تعامل علمي رايح يبص على حاجات بصريا ما شافش زيها من الآخر كده متوقع أنه رايح يخد تجربة بصريا شبه وإحنا بنتكلم على كريستوفر نولان بالتحديد أنا بقول لكم من دلوقتي الناس اللي ما شافوش الفيلم ومعرفش الناس اللي شافوا الفيلم يتفقوا معي ولا ما يتفقوش اللي موجود حاجة يعني ما بحاولش أقول إن مش موجود إبهار بصري خالص إطلاقا فيه إبهار بصري كتير بس مش اللي انت مستنيه لذلك هو في الأغلب حيعدي قدامك وانت مش هتشوفه وفي نفس الوقت الاستعراض الزائد بتاع عدم استخدام سي جي آي مشاهد معمولة عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الخدع البصراء الخدع الرقمية مش حاسس إنه هو في محله قوي يعني ليه بنتميز بدا أكتر من اللازم ليه فرحمين بدا أكتر من اللازم إنت لو كنت ناوي تحط نفسك في تحديات بصرية أكبر من اللي إنت قدمتها جوه الفيلم بشوية واستخدمت مؤثرات بصرية رقمية بالنسبة لنا كان يكون أحصد إحنا لسه من فترة قصيرة متفرجين على الفيلم الجديد بتاع أفاتار بتاع جيمس كاميرون استخدام كثيف جدا للمؤثرات الرقمية البصرية رقمية وفي نفس الوقت ما عندناش مشكلة معاها ما تضيقناش اعمل سي جي آي كويس أنا ليه أتضرر من حاجة زي كده ما يضيقنيش لو دوت اللي كان حيدخلنا في نطاق جديد من المشاهد في نطاق جديد من التحديات وتعملها بشكل كويس في تأدير الشخصي ده كان حيكون أحسن ومع ذلك أنت انت التزمت بدا ولما جيت أتفرج على الفيلم لقيت أن التحديات اللي كانت أمامك أصلا ما كانتش صعبة فيلمنا فيلم حواري في المقام الأول حواري وليس حواري الشخصيات بتتكلم مع بعض أغلب الوقت المشاهد اللي فيها شيء بصري يستحق المتابعة في الأغلب مش كتير عاوز أقول شبه معدومة ولكن يمكن التسلسل بتاع الترينيتي تستب التحديد اللي بيضحض دي النظرية فأنا عاوز أستثنيه وأقول الباقي كله ما هو طبيعي إنك ما تستخدمش مؤترة بصري رقمية هتستخدمها في إيه في ناس كتير جدا عمالها تتكلم مع بعض حتى لو كنت استخدمتها كممكن تحسن من المشاهد دي شويتين بس في غيابها التحدي مفهوم ومش حاسس إنه كان صعب جدا عليك على الجانب الآخر اللي حقيقي كان متميز جدا هي التجربة السماعية بكل تفاصيلها أولا الموسيقى الموسيقى المراضي حاضرة جدا والكالعاب زي ما قلت بالظبط وأنا بتكلم على تنت لو دخلت الفيلم ده وإنت ما تعرفش إن الموسيقى التصورية مش بتاعة هانزمر حتى تخيل إن العملها هانزمر واللي عملها هو نفس الشخص اللي عمل تنت لودفيد جورانسون التجربة السماعية بتاعة الفيلم مش الموسيقى بس تجربة السماعية بتاعة الفيلم موسيقى ومؤثرات كتيرة جدا بيتم استخدمها بأسلوب فني لأن الفيلم بتاعنا عنده عدد من المشاهد بيتم اتعمق فيها شويتين فيها شوية رمزيات فيها شوية إشارات فيها شوية تخيلات للأحاسيس بتاعة الشخصيات والجانب السماعي بيدعمها بقوة وأنا لما بقول بقوة أقصد التعبير الجيد والتعبير الوحش بقوة يعني هي بتؤثر على إحساسك جدا وانت بتتفرج ما يفعش تتجاهلها ده التأثير الكويس التأثير الوحش إنها في بعض الأحيان بتكون مزعج في بعض الأحيان بتغلوش على الناس اللي بتتكلم من حسن حظنا كمشاهدين فيلم عندنا بيتعرض وعليه ترجمة بالعربي لأن الأولى الترجمة دا فيه بعض الكلام اللي الناس قالتوا ما كناش حنسمعه من أساسه وكان حيبقى صعب بالنسبة لنا الفيلم بتاعنا تركيزه على الحاجة اللي هو بيحاول يحكيها صراع أو التضارب أو الاشتباك بتاع الفلسفة ما بين العلم وما بين السياسة خلى فيه أمور تانية كتير كنا نحب نتفرج عليها ما لإنهاش على الشاشة يعني أنا لما أقولك إن الفيلم دا أو فيه ناس كتير ممكن تقولك إن الفيلم دا بيحكي عن اختراع القنبلة الضرية عن بروشيك من هاتن بالكلاش بتاع هذا العدد العملاق من العلماء اللي جمع بعض في نفس المكان علشان يبتكروا هذا الاختراع ما كنتش تحب تعرف أكتر عن الاختراع نفسه عن التحديات اللي هم قابلوها عن النقاط اللي فشلوا فيها والنقاط اللي نجحوا فيها على لحظات الحدة والخناء ومن شوية وأنا بقول الفيلم دا فكرني بفيلم تاني فيه حد جريب سرعة وكتب The Imitation Game دي المقارنة بالضبط اللي أنا رايح لها ما كنتش تحب تشوف The Imitation Game جوه الفيلم دا تشوف علميا الكلام دا وتحصل فيه إزاي خصوص أنوال دا فيلم كريستوفر نولان دي مصلحتك يا برينس طوع تعمل لي الدياجرامات اللطيفة بقى وترسم لي الحاجات الحلوة اللي بتاع فيه الحقيقة الفيلم دا مجرد تاباما من دا احنا ما بنشوفش هذا السراع ما بنشوفش المراحل بتاعت الابتكار بيتم التعبير عنه بشكل كده وهو شكل فني برضو رمزي درجة العمق بتاعته مش شديدة قوي ولكن نسبيا كويسة بنوشير في بعض الأحيان لبعض المراحل وبعض النقاط أو بعض المحطات اللي احنا مرينا بيها بس السراع العلمي الانجاز العلمي قيمة الابتكار والأمور دي كلها التكتيف الأكبر فيها مايل جدا للترينيتي تاست وعلى فكرة ترينيتي تاست أكبر أفضل تسلسل في فيلم كل تأكيد ده التسلسل اللي انت حاسيسك كلها هتكون موجودة جواه والترقب هيكون شديد رغم معرفتك أو معرفة ناس كبير ناس كتير من المشاهدين بايه اللي جار فيه وإيه اللي حصل فيه بالضبط زي ما بنقول احنا رايحين أكتر للحدوتة الدرامية لتمثيل جيد لكل أطراف الملعب اللي احنا موجودين جواه والعدد مرعب جدا على مستوى الشخصيات ونولان حرص على أن يتم تقديمهم بأفضل تقديم ممكن على يد أفضل ممثلين ممكنين وده حقيقي في هذا الفيلم لأن قائمة الممثلين عملاقة أعيد وأكرر يا جماعة مفيش حد داخل الفيلم ده وهو عارف كل ممثل موجود جواه لازم حتتفاجئ بأني وأنا قاعد بتفرج أقول لكم اللي أنا اتفاجئتي بيهم شخصيا مش هقول لكم حتى بيقوموا بدور مينيا هبا بسم الله ما شاء الله واحد بيلف طلع دين دهان الناس اللي تعرف دين دهان حد يعرف اللي موجود في الفيلم أسمع صوت واحد بيتكلم وأبسس المراتي مش بسسله لأنه هو صوته تقدم قبل ما هو شخصيا يطلع بقيم ببرق فجأة كيسي أفلك أنا سمع صوت كيسي أفلك ويطلع هو كيسي أفلك نولا نوصل من الجبروت لدرجة أنه عنده شخصية بتوقع ألم في الأرض مرتين قال لك أنا عاوز رمي مالك اللي يلعبه إيه الجبروت ده ناس عملت نط فجأة جوه الفيلم ودول اللي أنا اتفاجئتي بهم ناس تانية تفاجئة جيسون كلاركا ما كنتش عارفة أن موجود جوه الفيلم وعنده دور مهم جدا وغير ناس كتير كنت عارفة أن هم موجودين ونسيت أن هم موجودين بعد كده اتفاجئتي بهم جوه الفيلم آآ آآ أنا كنت سمعت أن الناس دي حتبقى موجودة وكلام زي ده مفيش حد فيهم بيقوم بدور مش مؤثر حتى رمي مالك اللي كلنا عندنا تشكك وإحنا بنتفرج هو ده دوره لأ عنده لحظته عنده ده حظات التقلق بتاعته جوه الفيلم الكاست لست أنا معرفش إزاي الناس دي تم توفقهم جوه الفيلم وإزاي أغلب الناس دي مش هقول كل الناس دي خدت لحظات الاهتمام اللائقة بموهبتهم وباللي يقدروا يقدموه داخل أحداث الفيلم ولكن الأبرز بكل تأكيد هو كيليان ميرفي وتكسيده لدور روبرت أوبنهايمر وتتوقع حضرتك وإحنا بنقوم بفيلم سيرة ذاتية عن شخصية إذن الممثل ده داخل أحداث الفيلم سيكون إيرلين هالند هو رأس الحرب هو اللي حيجيب كل اللي جواند كيليان ميرفي في هذا الفيلم كيفين دي بروينا هو نازل يأسس هو نازل يتحط في كل مشهد عشان يجعل الممثل اللي قدامه أفضل هو ده اللي حاصل جوه الفيلم مشاهده مع إيميلي بلانت مشاهده مع ماد ديمان مشاهده مع بني صافدي مشاهده مع عدد كبير من الممثلين منه من ناس نعرفه من ناس ما نعرفهمش هو رافع من شأن كل هذه المشاهد ولكن عزيزي لا تخطئ كيفين دي بروينا لو ملقاش حد يأسستله هيخش يجيب جواند وكيليان ميرفي عنده عدد كبير من المشاهد هو بطالها الرئيسي بكل تأكيد الكاستنج شويس بتاعه احنا أول حد نشكره على هذا الأداء هو كريستوفر نولان بكل تأكيد إنك تجيب هذا الرجل ما بين عايز أقول لغاية 7-8 أسماء من أبطال الفيلم هو اسم أصغر منهم شوية كيليان ميرفي اسم محترم طبعا بس مش نجم صف أول أمام روبرد دوني جونيور ومات ديمان وإيميلي بلانت وناس من اللي ظهروا وناس من اللي مظهروش وناس كسبنين أسكر طلعوا يليموا المن على الأرض وكلام زي دا بس انت جبت الشخصية اللائقة الشخصية المناسبة الشخصية الصحة العينين يا جماعة عينين كيليان ميرفي هي كل حاجة في هذا الفيلم تقريبا فيما يخص أحاسيس الشخصية بتاعتنا عمال أقول لك الفيلم متحيز جدا لهذه الشخصية وبيحاول يقلب أكتر فعل وحشي حصل في التاريخ لأن أنا أقول أن مخترعه كان عنده صراع كان عنده مشاكل كان متضارب كان معرفش مين اللي بيبيع دا مش كريستوفر نولند اللي بيبيع دا كيليان ميرفي سواء انت اشتريته أو ما اشتريتوش وأنا شخصيا اشتريته جدا 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 أما الهالند بتاع الفيلم فهو روبرت دوني جونيور روبرت دوني جونيور دوله مش صغير مركزه في الفيلم مهم جدا وده بكل تأكيد أفضل دور ليه وإن كانت دي ستيتمنت مش مرعبة قوي لأن هو أدواره الحلوة قوي تمثيليا اللي كان فيها تكسيد وتحديات بجد لما كان صغير في الأغلب أغلب الناس اللي موجود دلوقتي ما تعرفهاش أصلا وبعد كده دخل في الحقبة بتاعة مارفل بتاعة ايردمان عمل فيها حاجات كويسة جدا بس ما كانتش عظم تحديات تمثيلية موجودة في الدنيا لكن روبرت دوني جونيور الممثل الكبير العظيم لأول مرة بنشوفه بشكل ممكن نتذكره لفترة طويلة لن أجروا إن أنا أقول لدرجة الوصول للمرحلة الكوميديية فيها بعض التخفيف كان كويس جدا فيها أغلب أوقات الفيلم كنت أحس إنها طلعة الزوجة المتضربة وبس ولكن الربع الأخير من الفيلم كان شهاد لها مفاجأة من أرواح ما يمكن وعملت ليوناردو ديكابريو مومنت كنت قلت لو حتشوف أربع أفلام في السنة لازم تشوف أوبنهايمر وبعدين قلت لو حتشوف فيلم واحد في السنة لازم يكون أوبنهايمر ودهوقتي بقولك لو ما كنتش ناوي تخش أي فيلم في السنة تخصص وقته وتخصص الموارد اللازمة عشان تتفرج على أوبنهايمر ما ينفعش هذه المناسبة تفوت من غير ما تشوف هذا الفيلم وده من الأفلام اللي صالحة للمشاهدات تلاتين أربعين مرة وأتوقع إن كمان عشر سنين لو التكنولوجيا والشكل العام بتاع استهلاك الأفلام يسمح بذلك حنتفرج عليه كمان عشر خمستاشر سنة ونكتشف حاجات ما شوفناهش في أول مرة مشاهدة ولا تانين مرة مشاهدة ولا تالت مرة ولا عشر مرة ولا عشرين مرة ولا كلام زي ده الفيلم ده سن جدا وغني جدا ترتيبه بين أفلامه أقل من انترستيلر في تقدير الشخصية انترستيلر يضل أفضل فيلم ما بين أفلام نولن لو تحطه جنب دونكر تحطه جنب انسيبشن تحترم الاختلافات اللي موجودة ما بين الأفلام ده إنهم مش أفلام مش شبه بعض على الإطلاق في الموضوع أو التنفيذ أو الفكرة أو أي حاجة ممكن نقول إنه هما بيلعبوا في نفس القريب مين أكتر أداء مفاجئ روبر دوني جونيور بني صافدي بني صافدي عامل دور الأب الروحي للقبولة الهايدروجينية ومتقدم جوه الفيلم وفيه يعني لما بقولك صراع العلماء يمكن الصراع الوحيد اللي مخدوم جوه الفيلم هو صاحبه بني صافدي عامل دور محترم جدا أنا عارف بني صافدي كويس من كذا دور الناس اللي ما تعرفوش هتخرج من الفيلم تدور عليه تقولك مين اللي عامل الدور ده ما تكلمش عن فلورنس بيو فلورنس بيو عامل دور حلو جميل جماعة محمين فعش نعدي على كل الناس ونقول كل واحد اللي بيتميز بيه دوره من عدمه أنا رحت للأسماء اللي تهموكم اللي أنا عارف ان انتوا هتدوروا عليها وميلت سريعا على دور يستحق انه ياخد حقه لانه في الأغلب حقه هيتهضم بتاع بني صافدي فلورنس بيو كويسة جدا عامل دور من ماضي أوبنهايمر ويبدو ان فيه جزء من المشاهد بتاعتها تم قطعه لان هي أوبنهايمر كانوا بيبحثوا في القنبلة الزرية والموضوع ما كانش المفروض يطرد على الشاشة في بناء الجنب العاطفي بتاع أوبنهايمر لان علاقته مع الشخصية اللي بتقوم بيها فلورنس بيو بتتطور أثناء الأحداث فيمكن المشاهد دوت بيدي شوية أبعاد لده وده طبعا احنا ما شفناه وش هل غيابه في الفيلم حيحسسك كنت بتتفرج ان في حاجة ناقصة الحقيقة لا من ناحية أداء الممثلين هل هو الأفضل بين أفلامه تعالى حاول أحددها لك شوية على مستوى جودة الأداء من عدد كبير من الممثلين ممكن بس في تقدير الشخصية بعض الأداءات حتى بعض الأداءات اللي ظلت على الشاشة الفطرة قصيرة جدا في انترستيلر ممكن تكون متساوية في بعض الأحيان أفضل يعني هل الفيلم دوت فيه ماتيو ماكون هي تاني بنفس درجة الانفعال بنفس درجة الحدة عاوز أقول لك أسكر وينر أسكر ماتيرييل طبعا 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 مادة أسكرية بكل التفاصيل في عدد كبير جدا من الكاتيجوريز ولكن السياسة هتعمل ايه باقي أفلام السنة عاملة ازاي يعني برضو أعتقد أن هي statement بديهية جدا وصريحة جدا ومتوقع جدا أوبنهايمر هو أفضل فيلم في السنة حتى الآن ليه لأن مفيش أفلام تاني في السنة حتى الآن مفيش اتنين بني أدمين قاعدوا يتكلموا بالقدر ده في أي فيلم تاني في السنة حتى الآن لحد دلوقتي صراع الرئيسي في 2023 سنمائيا هو صراع اكشن أول فيلم بجد نشوفه السنة دي تقريبا هو أوبنهايمر على هذا السكيل ولا حتى على هذا السكيل حتى على أي سكيل تاني التقييم أنا أعدت فترة محتار ما بين تمانية ونص وتسعة ولكن وجدت أن أنا في تقييماتي السابقة كان عندي انترستيلر بتسعة وفي تقدير الشخصي هذا الفيلم لا يتساوى مع انترستيلر لذلك في تقييمي ليه هو تمانية ونص مع الاختلافات طبعا لا يصح للمقارنة مع انترستيلر على الإطلاق بس أنا بقولك يا ظل هو الفيلم الأفضل عندي فحنعمل مقياس موازي مختلف كده لكريستوفر نولن وندي لهذا الفيلم فيه تمانية ونص من عشر ما حستش برابكة في السرد شوية خصوصا مع النقلة لآخر فصل قريت العلامات بتاعة جي اف كي بدري ولما قريتها فهمت شوية الفيلم ده يتشاف إزاي يعني أنا سمعت بعض القراء لبعض المراجعين بيقولك الفيلم ده لو اتوربت حيفوتك حاجة مش هتفهم اللي بيحصل ده مش حقيقة يعني في جي اف كي أنا تعلمت لو في حاجة حسنت أنها تتحرط أسرع من اللازم نط معها وكمل ما تفضلش تواقف أنت لا 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 ده كان اسمه إيه ده ممكن يحصل لك وانت بتتفرج خد بالك يعني خد مني النصيحة تلاقي وما عرفش مينه وراح بيشير بسرعة الاسم شخصية ما عرفش لويس ستراوس ولا ما عرفش مين وبعد أنت الاسم ده تقلمل شوية ده كم مين لو قعدت تعمل كده حتلاقي نفسك بتفوض حاجة كويس نط معايا نط معايا نط معايا الدنيا حتتقاد بعدين الصورة حتتطبح بعدين أنا أنصح الناس أعموماً اللي ما شافش جي اف كي لازم يشوفه هو فيلم متعب متعب حتطلع منه بتنهج يعني بكل تأكيد بس هيحضرك للفيلم ده بشكل كويس ما حسيتش أنا كان فيه غلطة في الركور والقطعات يا دود المنتاج ما كانش أعظم حاجة في النص الأول بشكل عام بس حكمه على ركورات وكلام زي ده ده اللي يطلع بأحكام على الركورات من أول مشاهدة ده يبقى عبقري وبرنس أنا مقدرش أقف قدامه مقدرش تكلم معاه خالص يعني بس أقدر أقولك أن المنتاج ما كانش مريح عارف لما تيجي تعمل حوار ما بين اتنين وتحس أنك بتتنقل ما بينهم وفي نقلاية قعدت وقت أقل من اللازم أو جت لها بدري شوية أو متأخر شوية وبعدين رجعت لده وانت مش حاسس بأن اللقطع اللي فاتت ديت كان لياها لازمة أو ما كانش المفروض تنقله ده في محله النص التاني وبالأخص الفصول الأخيرة ما فيهاش رعشة غلطة ما فيهاش أي حاجة مش مريحة حتى نقلات المنتاج كلها بتبعت رسائل هل في لحظات ملل يدود؟ أنا ما شعرتش بملل خالص إحساسك بعدم الارتياح ممكن ييجي من عدم قدرتك على المواكبة إنك تحس إن الأحداث اتحركت بسرعة جدا ما بقيتش فاهم اتفصلت ما بقيتش عايز أركز خلاص لكن ملل لأ ومحصتش بزمنه بالعكس إن كنت عاوزه يطور تحس برضو إن نولان من خلال أوبنهايمر بيحاول يبعت رسالة تعطف شخصية شوية تاني يعني إنت لو تركز شوية في تاريخ نولان ممكن تأرجو أو تجادل بإن هو حاسس بإن هو أوبنهايمر نفسه أنا أوبنهايمر هذه الصناعة وببعت رسائل من خلال هذه الشخصية ماثيو لو كان أوبنهايمر كان حيب أحسن لا 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 إنت تطلع من الفيلم دوت وتقول الدور دوت اتعامل لكيليان ميرفي وكيليان ميرفي اتعامل للدور ده ولا يجوز إن أي حد تاني في الدنيا يعمله ما ينفعش ما ينفعش الفيلم فيلم حواري في المقام الأول ولكن تتذكر معي سريعا المقارنة اللي احنا عملناها في الستريم اللي أنا أصدت أنزلها في شورت على تيك توك وعلى انستجرام ما بين كريستوفر نولان وما بين كوينتين تارنتينو إزاي تارنتينو بيتميز على مستوى إدارة الحوار ما بين الشخصيات إنك تحس إن فيه فعلا شخصيتين قاعدين قصاب بعض بيتبادلوا الحوار بيقطعوا بعض بيحتدوا على بعض موجات عمالة تعمل كده طول ما هم بيتكلموا تصدق إن هم تكلموا في لوكشة واحدة والانتقالات بتاعت الكاميرا كانت بتحصل ديناميكيا ما بينهم وبين بعض مش هتحس بالإحساس دوت مع نولان في أي فيلم بما فيهم أوبنهايمر الإحساس اللي ممكن يجي لك شوية إن فيه أطعاط فيه جملة جمدة قاوي ومؤثرة قاوي وشعرية قاوي وقطع بعدها وبعدين نقل على الشخصية التانية قاعد يرهيرس الأدوار بتاعته أو الجملة بتاعته وبعدين ابتدى يلقيها هتحس ده فيه مشاهد كتير جدا وفيه مشاهد مش هتحس فيها بدأ مشاهد ومعامات دي من حواريا من أروع ما يمكن والانتقال ما بينهم ثالث مشاهد مهم جدا ما بينه وبين فلورنس بيو ممكن برضو أجادل وأقول إنه هو كذلك لكن في أغلب الأوقات انت لو متربي على إيه ترانتينو هتيجي تتفرج على إدارة الحوار في فيلم زي أوبنهايمر وتقول نقصه راشة ملح انا الساوندراك ماسك في راسي من شفت الفيلم أنا عجبني جدا وحسيت بوجوده جدا وأثر جدا على شعوري في عدد كبير من المشاهد بس أنا النهاردة تاني يوم مش فاكر منه حاجة ما بأثرش على شخصيتك وكت دايما بقول الموضوع دوت في الساوندراك في حاجات تعلم معاك تطلع تسمعها في عربيتك تسمعها في موبايلة تبقى عايز تستدعيها كل شوية وفي حاجات تعترف بتواجدها ولكن هي تنتمي داخل الفيلم فقط لا تنتمي خارجه إن الموسيقى هذا الفيلم في الفئة التانية أنا أتصور إن أقرب عنصر من هذا الفيلم للفوز بالأوسكار هو روبرد دوني جونيور كممثل المساعد ولو عاوز تسمح لي زمن الأوسكار القديم ما قبل منتصف التسعينات روبرد دوني جونيور ممكن يترشح ليدنج مش سبورتين لأن زمان حجم الدور مكانش مهم المهم منظوره المهم تأثيره داخل الأحداث نقطة تانية مهمة جدا عاوز أقولها يا جماعة الناتشوز مش واجب السينماية أنا آسف بقى معلش أنا أول مرة أجرب الناتشوز بتاع بوكس وأنا داخل الفيلم حبيبي طبق فيه تشيز وفيه صلصة وفيه صص وفيه معرفش مين تقدر تقولي أو تقنعني إن انت من المهارة الكافية إنك تسحب الناتشوهاية تغمسها في البتاع وتحطها في بقك من غير ما تبص عشان في الفشارة نقدر أعمل كده نقدر عمج 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 مش حبص على حاجة لغاية لما إيه دي تخبط في البلاستيك يبقى البتاع خلص خلاص الناتشوز ليست واجبة سينماية ولو حتى بتحبوها في السينما على عيني وعلى راسي ما تاخدوهاش معاكم فيلم النولان لأنه حضرتك بتغمس الصلصة فيه أربع خمس أسماء حيتقاله قدامك ترجع بعد كده ما انتش عارف مين محمد عمارة ومين إبراهيم عبد الحبيب واجبة سينماة أفلام مصرية أنا موافق جدا مع مارو لما تسمع حضرتك إن فيه فيلم مصري موجود في السينما روح السينما اشتري الناتشوز خذ الصوصيز بتاعتك والبيبسي وامشي أنا عندي المهارة دي سلملي على تشارتك يا برينز ما انت ممكن يكون عندك المهارة ديت وعملت هطل على نفسك تمنى انت طيب تعال نحط السبويلر تعال نعمل كده من دلوقتي يا جماعة حتكلم شوية بحرق في نفس الوقت أحاب أبقى طمينكم اللي ما شافش الفيلم وحابب يقعد لو تصق في أبو مهدي مش هيصل حاجة بس حتكلم عن شوية مشاهد أحب إنك تكتشفها من غير ما تعرف عنها حاجة مش مؤزية خالص في تقربة المشاهدة أتكلم على لحظة إيميلي بلانت إيميلي بلانت عندها لحظة فكرتني جدا بليوناردو ديكابريو من فيلم دي أفييتر لما قعدت في جلسة الاستماع والمسائلة كان ما بتتكلمش صوتها خافت بتاع وبعدين فجأة استقسدت على اللي قاعدين على الترابيزة كانت ترابنتين أبوهم كلهم هو حصل انتقال مفاجئ في المود وأعتقد إن الفقرة بتاعت المسكنة نولان وإيميلي بلانت بلغوا فيها شوية فلما قلبت حسنا إن في حدة أكتر من اللازم زي ما تكون طلعت رصيف عالي شوية ما كانتش خطوة منطقية وما كانتش تلييسة لأنه برضو هو المشهد ما قدرش يخصص الوقت كبير الخطوط الزمنية تعالوا نتكلم اليوم سريعا نحن قلنا إنه هما ثلاث خطوط في تقديد الشخصي الخط بتاع قصة الحياة وصولا للترينيتي تاست الاختبار ترينيتي وبعد كده القنبلة الذرية وبعد كده الأحداث اللي حصلت مباشرة بعدها وبعد كده عندنا نطة لسنة 54 جلسة الاستماع اللي تم فيها رفض طلبه بتجديد التصريح الأمني ودي من محاور الفيلم المهمة جدا كحدث وكنقطة زمنية وبعد كده عندنا سنة 59 جلسة استماع أخرى لروبر دوني جونيور لليوستراوس العدو اللادود لأوبنهايمر وعلى فكرة الفيلم لعب اللعبة من أذكى ما يمكن إنه وصلك لغاية الفصل الأخير تقريبا وإنت ما تعرفش إنه ولعبه هو بتاعه وإنت ما تعرفش إنه هو سبب ما تعبه كلها دي تلعبت بشكل حلوة قوي يعني دي جلسة استماع لتحديد ما إذا كان الكونجرس موافق ولا لأ على ترشيحه لمنصب وزير التجارة في الحكومة الأمريكية فهما دول التلات حاجات هنا أنا بقول إنه في شوية تماثل مع ده في إن مراكز الخطوط الزمنية للأحداث كانت جلسات استماع أو جلسات تحلي فهو دوت التماثل اللي ما بين اللي جنين حاجة تانية لما كنت بقول المنظورين بتوع الفيلم الفيلم بيتحكي من منظورين منظور أوبنهايمر كيليان ميرفي ومنظور لوستراوس روبردوني جونيور المنظور الأوحد اللي بنشوفه غير منظور أوبنهايمر هو منظور الشخصية اللي بيجسده روبردوني جونيور عشان كده بقول لكم لو في زمن تاني ممكن يترشح لليدنج ممكن يترشح لدور رئيسي ممكن يترشح لدور أول احنا بنشوف مع روبردوني جونيور مشاهد أوبنهايمر مش موجود فيها باقي الأحداث كلها لو أوبنهايمر مش موجود الحدث ما بيحصلش لو في محضرة دايرة بنبتدي نشوفها لما أوبنهايمر يخشها كل حاجة من منظوره لازم يكون موجود فيها وهنا الانقسام ان لو بنحكي من منظور كيليان ميرفي أوبنهايمر الشاشة ملونة لو بنحكي من منظور ستراوس روبردوني جونيور الشاشة أبيض وسود والإبداع في الحتة دي بيتجلى في مشهد معين كان على ترابيزة عشد في بتاع عدد كبير من أعضاء الكاست بتوعي الفيلم لما كنا بنشوف هذا المشهد من منظور أوبنهايمر كان بيبقى ملون ولما كنا بنشوفه من منظور روبردوني جونيور كان بيبقى أبيض وسود دي قلمة الإبداع في المشهد ده وإحنا بنتكلم كده عن ماشي في تقارة إن الفيلم فيه جوش هارتنت كده يعني كده أخذ بالك اللي هو عادي يعني المشهد الأخير كان فيه CGI صح والله هو شايف إنه ما كانش فيه CGI إنه الكلام ده كل شغل كاميرا مش فاهم بس بيعني إيه الرسالة بتاعته الرسالة بتاعته زي ما تقالجه هو الفيلم مفيش سلاح في الدنيا بيتعمل ما بيستخدمش خلاص يا جماعة اللي عاوز يه الحقيقة كل ناتشوز اللي عاوز حاجة يتكل على الله لأن الموضوع نولا مقرر إن الكرة الأرضية رايحة في ده والموضوع منتعي وعجبني جدا الاستدعاء بتاع مشهد أينشتاين إنه فيه كلمتين تبدلوهم مع بعض إنت ما تعرفشوا هم إيه وكنت متأكد إنه حيتم استدعاءها في نهاية الفيلم وحنعرف قاله إيه البعض يا دودا ما تكون تش فاهم طبيعة الصراع الأخير قوي في أحد الجلسات أوبنهايمر تريع على إدارة لويستراوس لملف الطاقة الزرية من الآخر هزقه مسح بيه الأرض فلويستراوس خد تنكيل بأوبنهايمر مهمة ليه في الحياة عشان يعتلي أقصى درجة ممكنة وهو كان حلمه في الحياة أنه هو يدخل إنه يبقى وزير في الولايات المتحدة فاللي حصل إنه في النهاية لما وصل لجلسة الاستماع بتاعته من خلال المشهد الأعظم لرمي مالك رمي مالك عنده مشهدين بيوقع ألم زي ما قلته وبعد كده في جلسة الاستماع هو صاحب التوسطية عمل مشهد من أجمد ما يمكن مشهد خطبة أوبنهايمر بعد إلقاء القنبلة الذرية نفسها دي أقصى درجة عاطف عملها نولان مع أوبنهايمر لأنه في الخطاب ده تجاوز لفظيا والتريق على المأسا اللي هو تسبب فيها وقال يا ريتني كنت رميت القنبلة على حد تاني ونولان حاول بشكل فني يعمل تضاد ما بينه وما بين نفسه في الموضوع دوت أو يخلق سراعة تعاطفا معاه حتى لحظة الإخفاق بتاعته أنت مستبتوش يعترف بأن هي إخفاق مشهدي المفضل انقلاب الطولة في المشهد الأخير داخل المعسكر لويس تراوس ما بينه وما بين المعاونين بتوعه تبين أن الصوت اللي حرمه من فرصة الدخول للوزارة كان صوت جي أف كيندي ده مش هدي مفضل في الفيلم وعلى فكرة على الجانب على الجانب كده اسمه إيه اسمه إيه الوقت بستنى أولدن إيرن رايت ده برضو كده هنسوله يا جماعة هنسوله اللي كان في كوكين بير أنا شكرت فيه جدا في كوكين بير عمل دور أحد أطراف المعسكر بتاع لويس تراوس وعمله حلو جدا والانقلاب بتاعه عليه في المشهد ده كان رائع لما كان بيقول أنا كنت متأكد إن هو أينشتاين بيتكلموا عني قالوا احتمال يكونوا كانوا بيتكلموا على حاجة مهمة يا ابن العيبة إيه ده مين اللي كاتب السطر ده محمود مهدي ولا مين لما جابه صيرة كيندي في الفيلم الناس سقفت لا خلي بالك ده برضو رسالة مهمة الإشارة لأن صوت العقل داخل دوائر الحكومية كان جون أف كيندي وإيه مصير جون أف كيندي في الآخر وأعتقد برضو أنه نولن قصده كاستر ايج كده لطريقة إدارته لإقاع بتاع الفيلم السكوت اللي بعد انفجار القنبلة ما هيب شوية لو تتطفق معايا ما هو دوت اللي أنا قصدته اللي هو عمل استخدام المؤثرات السماعية بشكل أرتستيك مش مباشر وخلاص مش الحدث بيحصل لو أنا بخدمه بالصوت وانتهينا على كده لأ أنا حتلعب بيه تتطفق يا لودن لقطات السريعة للسبوركس النووية والزبزمات الجزائيات في النص الأول من الفيلم من أحلى الأجزاء البصرية في الفيلم والدرامية كذلك علشان تتفهم أكتر وأكتر أوبنهايمر ده جاي منين هو لا رجل سياسة ولا رجل دولة ولا رجل جيش وفيه مشاهد كتير بتدعم ده شفت المشهد اللي ما بينهما بين صاحبه لما كان لابس البدل العسكرية بالنسبة لي البيك بتاعت الفيلم لما قاله انت سياسي مش عالم وصاحبه لما قاله انت عالم مش رجل جيش خلي بالك ده الصراع اللي هو فيه انك كمدير لمثل هذا المشروع شخصيتك عملت تتنقل ما بين التلاتة رجل الجيش المرحب جدا بالضمار الناتج عن هذا الاختراع رجل العلم السعيد جدا بالتفوق على كل أقرانه من كل دول العالم في الإدارة الناجحة لهذا الاختراع ورجل السياسة اللي وقف في النص مش عارف هو إيه صح وإيه الغلط والشخصية بتاعتنا لعبة كل ده عجبني جدا المشهد ما بين بني صافدي والوادي بن دينيس كويت دوت لما كانوا بيوزعوا عليهم حاجات عشان يحطوها على عنيهم عشان الإشاعة المعرفش مالقة دي والتاني بيديهاله فقال له لا أنا أنا تمام أنا ورق الزازة العربية فبني صافدي قال له مين اللي حيحميك من الزازة العربية يعني الزازة العربية حيحميك من من الإشاعة الفوق البنافسة الجاية مين اللي حيحميك من إزازة العربية بقى يا فالح من اللقطات الجمل الخفيفة الجميلة دور الأرض جي فكرني بشوية بمسؤولين الشيوعية من شرنوبل واحتقارهم للماء شوية ده كلام محترم جدا وفكرني بحد تاني اللي حيقول عليه ويقول في أني فيلم حكتبله المنديل ده باسمه وانتو عارفين المنديل عندي المنديل ده عندي إمتو إيه بعث لي عنوانك وأفضل طريقة للشحن بالنسبة لك عشان أبعث لك هذا المنديل واقف الحرقة عندك خلاص وما تنسوش تنزلوا لعبة نداء الحرب 3 وتشاركوا معنا في المسابقة اللينكات كلها في الدسكريبشن باي باي